شك أنها بنود مقلقة على مستوى حقوق الإنسان وخاصة على حقوقنا نحن كأقلية عربية في البلاد لكن في كثير من الحالات القوانين التي تعقب الاتفاقيات الاتلافية هي ليست الخطوط لا تفضي إلى الخطوط العريضة التي بدأت بها هذه الاتفاقيات الأيام ستظهر عن مدى جدية الحكومة في هذه العنوين الكبيرة والتصريحات الهوجاء دعنا نقول ولكن بلا شك الأوضاع في البلاد مقلقة لا تبشر بخير لا على مستوى حقوق الإنسان ولا على مستوى حقوقنا كأقلية عربية هذا نوع من اللامبلاء أن نقول أننا لن نشهد مسا بالحقوق ومكانة الأقلية العربية المستوى مكانة الأقلية العربية ينتقل من السيء إلى أسوأ رأينا ذلك في قانون القومية ونحن في هذه المرحلة نرى ذلك عبر سلسلة من التصريحات وإن كانت الحكومة بسياسيها تطلق تصريحات عنصرية واللهجة فيها من التهديد والوعيد وإن كان مبطن انتجاه المواطنين العرب فلنا نتخيل كيف سيؤثر ذلك على تصرف الموظف الصغير وعلى تصرف الأفراد والشرطة في عمله وباقي مؤسسات الدولة يعني درعي شغل منذ سنوات تسعين منصبا وزريا دعني أشرح قليلا حول القانون أو تعديل القانون الأخير الذي حصل هذا الأسبوع يعني درعي ودينا بمخالفات جنائية منذ سنوات تسعين زجة في السجن على خلفية مخالفات رشاو وفساد وأبعد عن العمل الجماهيري عاد إلى الحياة السياسية لاحقا رأيناه عين وزيرا للداخلية في السنوات الأخيرة المحكمة العليا تطرقت سابقا إلى هذا التعيين يعني وأجازته لكون المخالفات الجنائية التي قام بها درعي حصلت في سنوات التسعين وقالوا أننا على بعد زمني من تلك المخالفات والتجاوزات حصل على إدانة مدموغة بوصمة عار ولكن قالت المحكمة أنها مرت سنوات على هذه الإدانة وبالتالي أجازت ذلك عام 2015 على ما أذكر التطور الأخير الذي حصل هو أن درعي عادة أيضا لارتكاب مخالفات جنائية ودينا مطلع هذا العام العام 2022 لمن لا يذكر درعي ودينا بمخالفات جنائية في مجال الضرائب على خلفية ذلك درعي استقال من الكنيست في حينها وبالتالي المحكمة لم تتطرق في قرارها بشأن درعي إلى قضية وصمة العار أو ما يعرف بالكلون وهذا ما يتم تداوله في هذه المرحلة كان من المفروض حسب قانون أساس الكنيست أن تتوجه الحكومة وأن يتوجه درعي لجنة الانتخابات لاتبت بالسؤال هل المتجاوزات أو المخالفات التي قام بها درعي وأدين بها هل هي مصحوبة بوصمة عار ولكن في اللحظات الأخيرة التي سبقت إنهاء المفاوضات الحكومية تخللت هذه المفاوضات اتفاقا بين درعي وبين نتنياهو يقضي بتعديل قانون أساس الحكومة وبالتالي حيث أضيفت كلمة الفعلي حيث اقتصر سؤال وصمة العار على السجن الفعلي في هذه الحالة درعي أدين بالمخالفة والحكم عليه كان بالسجن مع وقف التنفيذ وبالتالي كان الالتفاف من خلال تعديل قانون أساس الحكومة كان الالتفاف على مرحلة لجنة الانتخابات وهكذا يعني شق نتنياهو ودرعي مسلول نجاة دعنا نسميه لدرعي بأن لا يبت أمره في لجنة الانتخابات في الأيام الأخيرة وعقب هذا التعديل لقانون أساس الحكومة عمليا توجهت عدة جمعيات ومؤسسات حقوقية بالتماسات إلى المحكمة العليا تطالب المحكمة بأن تقضي بعدم دستورية هذه التعيين وأيضا بعدم معقولية تعيين شخص مثل درعي في مناصب حكومية حساسة مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية حتى الآن ليس واضحا بعد أي المناصب سيشغل بالدعاء لعدم أهليته لإشغال مثل هذه المناصب يعني في الحقيقة إمكانية تدخل المحكمة هي واردة ولكن احتمالها ضئيل وضئيل جدا يعني نحن لا نتحدث عن تعديل قانون عادي من قوانين الكنيسة إنما نتحدث عن تعديل قانون أساس الحكومة الذي هو يعتبر بمثابة نص دستوري حسب القانون الإسرائيلي الحالات التي قامت بها المحكمة العليا بالتدخل في قوانين أساس من هذا النوع هي يعني حالات قليلة جدا تقتصر على قضية الجانب الإجرائي فقط من هذه القوانين حدث ذلك عندما أقرت الحكومة ميزانية الدولي ضمن قانون أساس وأجازة تعديل معين في الميزانية ولكن المحكمة العليا تنأى بنفسها عن التدخل في قوانين أساس عادة من هذا النوع رأينا ذلك في قانون القومي قبل نحو سنة أو أكثر صدر قرار المحكمة العليا بأنها لن تتدخل في قانون أساس الكنيسة هناك إمكانية أخرى أن تتدخل في قضية درعي من جانب آخر حيث من المرجح أن تناقش سؤال معقولية التعيين ولكن أيضا التوقعات هي أن المحكمة لن تتدخل رأينا ذلك أيضا مؤخرا في التماسات قدمت حول أهلية نتنياهو في السنة السابقة أهلية نتنياهو لتشكيل حكومة كشخص تناقش أموره في المحكمة وموجهة ضد لائحة اتهام وأيضا رأينا هناك أن المحكمة نأت بنفسها عن هذا الجانب يعني يمكن أن نقول ومن الواجب أن نقول أيضا يعني كل قضية تعيين درعي هي أزمة قيامية أزمة أخلاقية وموقف يعني دعنا نقول مخزي من قضية الفساد ومن المفسدين ولكن هذا الموقف الغير الأخلاقي هو صدر عن الكنيسة يعني بأغلبية واسعة من 63 نائب على ما أذكرهم الذين صوتوا على هذا القانون المحكمة العليا يعني ليست لن تكون الوصية على أخلاق لا السياسيين ولا على أخلاق المجتمع وبالتالي يعني صلاحياتها وإمكانية التدخل هي محدودة ولن تحل كل الأزمات السياسية ولا الأخلاقية في البلاد